ان احنا عايزين نعيد الثقة مرة تانية بالجمهور اللي تحت انا لا اشك لحظة واحدة ان الناس بتحب بلدها وحريصة عليها جدا 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 وعندها السادات تعمل كل المجهود من اجل الارتقاء بنهضة المجتمع لكن في نفس الوقت حاجات الافراد من تحت ده قد ان تناقش وبوضوح حتى لو كانت المسألة مؤلمة لان تقريبا يعني فتح الموضوعات بكل قوتها بما فيها من الام واحساس بالاوجاع هو اول الطريق للشفاء اعتقد كده كيف تفسر دعوة جماعة الاخوان وعناصر من الخارج ومن الداخل لاحتشاد المصريين في 11-11 لمواجهة النظام ويرد المصريون بان احدا لا يخرج من بيته رغم الظروف ورغم حالة الاحتقاء المصري لو تتبعت حضرتك تاريخ الشخصية المصرية منذ الازل الى الان المعدن الاصيبي يبان في الازمات يعني ما فيش فيها كلام ولا هنتكلم على اسعار وغلاء الاسعار أو على رأي المثال ياما دقت على راس طبول وياما مارينة بأزمات متعددة وكان بيزدنا صلبة وبيزدنا تمسك لان احنا اصلا بنحب الارض اللي احنا بنقش عليها دي لكن تعالي بقى نتكلم بقى على السلوكيات الموجودة مين اللي قد فرصة للاخوان وجامعات الضغط الداخلية والخارجية انهم يعلنوا مثل هذه الدعوات استغلالا لبعض الحالات اللي ممكن يبقى فيها نوع من الفطور النسب شوي بمعنى ايه؟ بمعنى اني جات مرحلة من المراحل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب انشغل انشغال غريب جدا ببعض القضايا تقريبا اللي بتبعد عن ضرورات الحياة الاساسية حاجات مش هامشية انا مش عايز اخش فيها يعني حاجة غير طبعي كسافة غير طبعي فعرض موضوعات لا قيمة لها او لو ان يعني تخص قصة التركيز عليها ادى الى تآكل الاهتمام بعرض القضايا الجوهرية طب كان برنامج زي حضرتك كده النهاردة بيلقم الضوء على فكرة الفراخ وازمة الاسعار في الدواجن ورمضان جاي ولي 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 لو عملنا تحليل مضمون لـ 80-90% من البرامج الحوارية دلوقتي هتدور كلها حوالين يقيمة مجموعة من الفنانين والسقطات يقيمة مجموعة من الرياضيين والسقطات بس وكان الله بسرع علي انت عارف اخذ دراسة دي تقريبا الناس قالوا لي ايه فيها ان ده نوع من الهائلين عشان من قاش نفكر في القضايا الرئيسي القضايا ليست هكذا تساس جمهوري ليست هكذا يعني مش معقولة ابدا قال لكم والقيت بيما تفسر ده انا بكلمك على راجل الشارع والكلام اللي بتقلل حدق ده انا بسؤول عنه لما راجل الشارع يقول لكم وطول النهار ما ليش اللي غير الشخصية دي والشخصية دي والفلانة دي وفلان دا يبقى انتوش عايزين ده افكر بقى في اقتصادنا وتعليمنا مع ان الواقع المعاش لما تشوف عدد الانجازات على ارض الواقع اللي انا قلتلك عليها دي هل الاعلام بالمنظومة بتاعته بالحالية المكتوبة والمقرؤة والمرئية هل استطاع ان هو يبرزها بالكفاءة على الارض الواقع نحنش بنتخيل يا فندم حاجة لكن انا بقول لحضرتك ان في نوع من الفشل الفشل وعدين ان احنا وقف قدامه الفشل ده انك بتعمل انجازات على الارض الواقع مفيش حد بيغطها لك انا حد تانية يعني في الوقت الذي يجوب فيه فخامة الرئيس جميع انحاء العالم في توقيع اتفاقيات وبروتوكولات وفتح اسواق وكلام ده كله افتح اي برنامج حواري ولا اي برنامج اذاعي ولا تلفزيوني وكلام انا كنت بتكلم على اي حاجة يعني ازاي يعني انا مش فاهم يعني وبعدين تيجي تقولي في الاخر خالص هي الاتجاهات تشكلت ازاي والاراء ملمحة بانت ازاي لا اسأل نفسك السؤال ده السؤال ده واضح واضح المعالم احنا عايزين نوع من التجانس الحقيقة ولا كانت مؤلمة يا فندم هي اول طريقة للشفاء عارفت الوقت بكلمة ما هو الشفاء التعريف في اللغة العربية هو الاعتراب بالألم اللحظة التي تعترف فيها بالألم هي اللحظة اللي هي اول درجة من درجات الشفاء هتغض طرف وتغض طعقينك ومش عايزة اعترف بالألم هتوصل للشفاء ازاي ادي النقطة طيب مع ذلك ما زال الشباب ناقما لأسباب عديدة ومتعددة رغم كل ما تحاول الدولة يعني ان تقدمه للشباب ومحاولة تقطيره في تنظيمات سياسية او مجلس نواب او مناصب تنفيذية ليأخذ دوره الاساسي الشباب هما امل مصر امل مصر وانا اتصور ان الخطوات اللي بدأت في عهد فخامة الرئيس عرفتاح السيسي فيما يتعلق بالاهتمام بمؤتمرات الشباب والدعوة الى الاهتمام بيهم واعداد كوادرهم القادمة لإدارة المستقبل بشكل جيد واعداد منهم ساسة وقادة ورواد اعمال انا شايف ان دي خطوات ايجابية لا بد ان يبنى عليها يعني انا لا اقلل من قيمتها وانما انا ينبغي زيادة فيها شوي الشاب اصلا اذا سيبناه بدون استقطاب لطاقاته في هذه المرحلة زيادة وعيه باهمية قضايا مجتمعه النمر واحد ثقافته يعني شاب مثقف نمر اتنين بعد تخرجه لازم نساعده على كيفية إثبات ذاته من خلال وظيفة يتوظفها فكرة ان انا افتح له وظيف معينة وما لقاهوش ده علامة السفاة يعني هنا الحكومة لازم تسأل نفسها انت طول نهار بتقول لي ان عندي آلاف مؤلفة من الوظائف للشباب لماذا يعرض الشباب ويعجف الشباب عن الدخول فيها بقى هو الخطأ عندهم ولا الخطأ في التابعة النوعية للوظائف ولا ايه بالضبط ايه انا عايز حد يخش هنا تيكنيك بقى مش بالحماس ولا بالعواطف المعادلة مش ماشية اليه يا جماعة المقدمات مش ماشية مع نتائج ليه فقولونا لانه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة زي ما حضر لك تعمل لي مشروع وعدين ما حدش يسكن فيه طب وانت سألت أصلا اتجاهات الناس اللي راحين يسكنوا في الحتة دي عاداتهم ايه والتقاليدهم ايه وسماتهم ايه وخصائصهم ايه واتداتهم ايه قبل ما تحطون في المكان ده يعني اذا لما بتفكر بتفكير استراتيجي واسع المدى كل الاجزاء بتهدف الى حاجة معينة خل ما نسبة النجاح عندك بتبقى عالية جدا جدا فشبابنا بخير بس محتاجين حاجتين ان هما يلاقوا نفسهم في بددهم يعني من حيث الاهتمام بيهم من حيث بوظائفهم الاهتمام بيهم فتح مجالات لي دعوتهم للمشاركة في صنع القرارات يعني لا يتم الامر ان انا مجرد ان انا اقوله انت هتنفذ معايا القرار لان لو انا ساعدته او فتحت له باب الطريق للمشاركة في صنع الكوكينج صناعة القرار صدقني هو يتحمل معايا كل النتائج سواء كانت ايجابة سلبية طب لو انا اصلا دعته للتنفيذ فقط اول ما هيحصل لي لا قدر الله اي سلبية هيقول له انت اخدت رأي انت ماخدتش رأي وعلى فكرة لما تروح عندنا في الجامعات المصرية شبابنا يا فندم بيكتاح العالم كله العالم كله انا مش عايز اقولك بقى المراكز انا مش عايز اذكر هناك لانها عنديها اسماء كتير جدا لما بيروحوا هناك في البحث العلمية والاختراعات والاكتشافات حاجة كده يفوق الامريكان والطلينة والانجليز وكلام ده هو السؤال هنا لما انت عندك المنتالية دي وعندك العبقرية دي كده حبدت بتعمل ايه هنا وعملت ايه عشان تستوعبهم وتستكشفهم وتقدمهم للمجتمع كقوة نحن نستفيد بيه على المدى البعيد ما انا قلتلك هم اللي على اكتافهم هتقولنا قد نقل تصبح قضية التعليم بالضبط احنا جامعاتنا متأخرة عن التصنيف العالمي لا اسباب كثيرة دي عايزة حلقات محتاجة حلقات كثيرة جدا جدا نقول ليه يعني لما نشوف التصنيفات والكلام ده كله هنلاقي بعض الدول العربية اللي احنا اصلا بنيناها اساسا وساعدنا اصلا في مهدها في الاول كده متقدم متتقدمك بمراحل كثيرة جدا جدا نعم لا بودة من البحث عن الاسباب ونشوف مواطن الخلل فين ومن ندفشنش راسنا في النعامة ونقول لك والله اصلا احنا عايشين على طرسنا السابق وعلى تاريخنا المجيد التالي ما شينفع ده مش نافع لا لان لغة العصر اختلفت وبالتالي احنا محتاجين لغة جديدة نتعاطى لغة جديدة اللغة اسمها لغة الشجعة الادبية في الاعتراف بالتقصير اذا كان هناك تم التقصير طيب انت كاستاذ علم نفس تحققت على ارض الواقع انجازات كبيرة جدا ربما لم تشهدها مصر منذ فترات طويلة بالضبط وهذه الانجازات طالت القرية المصرية طالت النجعة طالت الكفر طالت كل مكان في تقديرك لماذا لماذا لا يعطي الكثيرون لذلك الامر اهتماما وتبقى قضية لقمة العيش وهي مسألة اساسية طبعا هي فقط العنوان ليه بنعمل كل ده مع ان حاجة الناس دائما ان احنا محتاجين ده هقول لحضرتك حالي هناك دائما في المجتمع المصري في عيون راصدة لكل السلبيات يعني انا هعمل لك عشر خطوات منهم تسع ايجابيات ومنهم واحد سلب هيغض الطرف عن التسع ويبدأ لغة التهويل والتهليل يزود لك الاسار السلبية لدرجة هيجي لك لحظة من اللحظات نتيجة التكسيف والضغط على النقطة السلبية دي انه ما فيش تسع أصلا وده هيبان عندي عندي مينة